إذن عودت لك دكتور خالد حسين مرة أخرى أهمية الحسم العسكري بالنسبة للجيش السوداني اليوم قبل الإذعان إلى الوساطات الدولية إن صح القول نعم هو طبعا نحن نتابع تماما حتى هذه الوساطات يعني أنا ما دار أكرر الكلام سابق لكن لأنها هي الأحداث التي تجري وهي تدور حول مجهد واحد يعني الولايات المتحدة أعلنت بأثورة واضحة جدا على لسان وزير خارية أن هذا شأن داخلي وليس لهم علاقة به هما وطبعا دي إشارة لكل الأثناب الموجودين في المنطقة وبالتالي عندما اجتمعت الجامعة العربية كانت القرارات بتاعتها أو المطالب بتاعتها كلها من هذا الباب اللي هي لا بد من التهدئة والآخرية الاتحاد الإفريقي يعني يفترض أو كان مفترض بأو حسب ما أعلن أنه يعني يعني مندوبه واللي هو فكي أنه يزور الخرطوم لكن ما عارف يعني ما متابع هل وصل أو ما وصل طبعا غير عبر مطار الخرطوم لا يمكن لأن مطار الخرطوم يعني غير صالح للحركة الآن مش لأنه موجود في الدعم السريع تم طردهم تماما لكن أصبح غير يعني صالح لتضرر تماما تماما نعم تضرر تماما وغير صالح للحركة لكن الرأي إذا كان في داخل مؤسسة العسكرية أو إذا كان من البرهان أو إذا كان من المتابعين للشان السياسي أذكر لك بعض الملاحظات في هذا الجانب من ضمنها أنه البرهان أعلم بوصورة واضحة جدا أنه أي شخص يديد يتكلم عن الوساطة في اتجاه واحد الاتصال بحمدتي والطلب منه الاستسلام هذا هو الخيار الوحيد يستسلم للقوات المسلحة الكلام اللي كان بوصورة ما فيها غباش ولا فيها من كان من الفريق كباشي أنه نحن الآن لا نقبل أي نوع من الوساطات إبلا أن يتم حسم هذه المسألة بصورة واضحة جدا مشكلة بس يعني أنا أقول لك بعد ذلك معظم القوى السياسية والتي متابعة لهذا الشان ومدركة الخطورة بتاعة هذا السرطان اللي كان موجود في داخل السودان اللي هو سرطان الدعم السريع واستيصاله كل هؤلاء الكتاب معظم ورأي كلهم أنه لا بد أن تحسم هذه المسألة العسكريا ولا بد أن يتم استيصال هذا السرطان طبعا هما الفترة الفاتة دي كلها كان البرهاني لحد ما بيحاول يتجنب هذه اللحظة اللي هي لحظة القتال لكن بعد ما تمت هذه المسألة بعد كده ما بيكون في خيار أصلا إلا أن يتم الغضاء الكامل إما بالاستسلام أو العسكريين الحسم العسكري الآن انتهى لأنه معظم القوات اللي قلت لك الآن إما تمت تسليم استسلاما وإما تركوا مغارهم وهربوا وأصبحت القوة المحدودة اللي هي من أقرباء دقلوا والناس الحول القريبين منه جدا وأسرته والمتأسرين بهذه المسألة هم الذين يقاتلونه الآن وما بفتكر أنه أكثر من هذا الليل المسألة يستمر كثيرا يعني نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر